بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان Properties of Sections Moment of Inertia في جزئها السادس عشر هنا إن شاء الله رح نشوف مع بعض المومنت of inertia of thin plates المومنت of inertia of three body by integration method and moment of inertia of common geometric shapes moment of inertia of thin plates طبعا بالنسبة إلي لبلايت رح تكون عندها بعدين كبار وبعد ثالث صغير اللي هو الثيكنس T لو عايز أكتب هنا المومنت of inertia بالنسبة للمحور A A dash بيساوي integral of R تربيع dm وهنا بالنسبة إلي أحنا بصفة عامة نكتب المحور M بتساوي RU multiplied by the volume V وبتساوي أيضا RU لو عندي plate ضرب الثيكنس T ضرب الأريا بتاع البلايت رح أعوذ هنا dm بdA RU T وتكتب أيضا بالطريقة التالية لو عوذت integral of R تربيع dA هذه تسمى المومنت of inertia of inneria ضرب الدنسيتي RU وضرب T وبتحصل في الآخر على المومنت of inertia about A A dash Similarly بنفس الطريقة for perpendicular axis BB dash اللي هو المحور هذا الأفقي which is also contained in the plate IBB dash رح يكتب RU اللي هي الدنسيتي ضرب الثيكنس T ضرب المومنت of inertia of area بالنسبة للمحور BB dash أيضا لو عندي المحور C C dash اللي هو عمودي على البلايت perpendicular to the plate ICC dash بتساوي RU T الدنسيتي ضرب الثيكنس ضرب المومنت of inertia بالنسبة للأريا وطبعا هنا المومنت of inertia اللي هنا تقدر تجدو بجمعك للمومنت of inertia of area بالنسبة للـ A A dash مع المومنت of inertia of an area بالنسبة للمحور BB dash وفي الآخر بتقدر تكتبها بالطريقة التالية أنه ICC dash بساوي I A A dash مع I B B dash ما شفنا هنا مومنت of inertia of thin plates بنواصل معها لكن الحين بناخذ أمثلة واقعية مثلا Rectangular plate كم رح تكون المومنت mass moment of inertia متاحة المmass moment of inertia بتساوي RU T ضرب المومنت of inertia of area بالنسبة للمحور A A dash طبعا لو عوضت هنا المومنت of inertia بالنسبة للـ Rectangle هي بتساوي بالنسبة للمحور Y بتساوي الارتفاع هذا ضرب العرض تكعيب على 12 زي ما شفنا قبل والنتيجة هي بتكون 1 على 12 من الماس ضرب A تربية طبعا هنا A هي المسافة من هنا إلى هنا اللي هي عرض المستثيل بالنسبة ل I B B dash بتساوي RU T I B B dash area اللي هي المومنت of inertia of inertia بالنسبة للمحور B B dash اللي هو بساوي نص A B تكعيب وطبعا هنا بساوي نص الماس 1 على 12 الماس B تربية طبعا هنا الماس لو أردتم هي بتساوي RU T A B فنختزلها هنا يعني طبعا ال RU T A B تربية يعني تفضل هنا B تربية بس يعني هنا رح أكدر أكتبها ضرب B ضرب B تربية ف ال RU T A B هذه الماس تفضل هنا يعني B تربية على 12 ولو عايز تحسب الماس مومنت of inertia بالنسبة للمحور CC مهائية زي ما تشوفو هنا على الصورة For centroidal axis on circular plate الحين بنتناول موضوع circular plate زي ما تشوفو هنا thickness بتساوي T I A A A A Dash بتساوي I BB لأنها متناظرة سواء كان على A A Dash و B B Dash وبتساوي نفس المومنت of inertia بالنسبة للarea وأيضا بالنسبة للماس فهنا بتكتب بالطريقة التالية واحنا نعرف من قبل لما درسنا المومنت of inertia بالنسبة للcircle بتساوي ربع πR الصربعة ضرب RU T وطبعا بالنسبة إلي الماس بتساوي RU T الأريا متعة السيركل اللي هي P R تربيع طبعا لو هنا عوضت RU T P R تربيع هذه تكتب R تربيع ضرب R تربيع راح تحصل في النتيجة الأخرين ربع الماس R تربيع نفس الشيء بالنسبة لل ICC آس بتساوي مجموع IAA آس med imb آس